وكل شيء ساوا بدموا لدينا شل السبب؟ الاغتيالات والقتل والإخفاء القسري جرائم يتبعها تشكيل لجان تحقيقية ثم تقيد ضد مجهول هكذا تتم الجرائم الانتهاكات في العراق وهكذا يتم الإفلات من العقاب الذي لا يزال مستمرا وفق خطط ممنهجة تنفذها الحكومات المتعاقبة وميليشياتها برعاية إيرانية الحكومة في العراق لم تفي بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والنشطاء والصحفيين من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وقتل متعمد مما شجع المجرمين على ارتكاب مجازر أخرى بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش بل أطلقت الحكومة الحالية سراح من ثبتت إدانتهم بتلك الجرائم ومنهم المقدم عمر نزار وهو واحد من مجرمي القوات الأمنية فمنذ أن كان نقيباً نفذ العديد من الإعدامات الميدانية وجرائم انتهاك للأعراض وابتزاز المعتقلين ثم ارتكب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية عندما أعطى أمراً بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بتوصية من الفريق جميل الشمري المسؤول المباشر عن المجزرة منظمات حقوقية ونشطون عراقيون قدموا وثائق مصورة ومكتوبة عن جرائم عمر نزار حيث عرضت منظمة إنهاء الإفلات من الإقاب شهادات وأدلة على الجرائم التي ارتكبها لكنه اليوم يعود حراً طليقاً في مشهد يؤكد فساد المنظومة السياسية والعسكرية والقضائية ويؤسس لنظام الميليشيات والقمع والإفلات من العقاب المجتمع الدولي يقف صامتاً أمام جرائم القتل والإفلات من العقاب والاعتقالات التي تطال المتظاهرين والنشطين ومن قبلهم تلك الجرائم التي ارتكبت بدوافع طائفية منذ 2003 وحتى اليوم استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق جعل المجرمين من القوات الأمنية والميليشيات وغيرهم في مأمن من المحاسبة حتى أصبحت الانتهاكات التي تطال أرواح ودماء الأبرياء شبه يومية وغالباً تقيد تلك القضايا ضد مجهول